بسم الله الرحمن الرحيم من فضائل أيام عشر ذي الحجة التي أظلتنا وهلت علينا هذه الأيام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد قد أظلتنا وأهلت علينا أيام عشر ذي الحجة وهي من وجوه تفسير القرآن في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والليالي العشر هي عشر ذي الحجة وهذا ما عليه جمهور المفسرين قال ابن كثير في تفسيره وهذا هو الصحيح يعني الليالي العشر هي عشر ذي الحجة وإذا قال الله عز وجل والفجر وليالي عشر يكون قد أقسم بالفجر وأقسم بالليالي العشر وإذا أقسم الله عز وجل بشيء دل على عظم مكانة هذا الشيء وفضله إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم وكما أن عشر ذي الحجة هي الليالي العشر كما رجح المفسرون وكما رجح العلماء فهي أيضا أي أيام العشر هي الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل عنها ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس والأيام المعلومات هي أيام العشر ذكر ذلك الإمام بن حجر صاحب فتح الباري ولذلك روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري يعني شوف مقدار عظمة الأيام العشر عند الله عز وجل ما فيش أيام في الدنيا العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر لأنها قد اجتمعت فيها الخيرات كلها كما قال العلماء وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد التهليل يعني قول لا إله إلا الله والتكبير يعني قول الله أكبر والتحميد يعني قول الحمد لله شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر ينزل إلى السوق فيكبر بصوت مرتفع مسموع يسمعه الناس جميعا بصيغة فردية يكبر يستجيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد لكن بصيغة فردية مش بصيغة جماعية يعني مش مجموعة من الناس يمشوا في الشارع كده يكبروا أو لا بصيغة فردية بصوت عالي بصوت منخافض بصوت كما تحب والأفضل في هذه الأيام في نفسك يكون أفضل يعني أو بصوت يعني من يسمعه يحترمك من يسمعه يحترمك يعني مش واحد يأتي في وسط الناس كده والله أكبر فجأة فيفزع الناس فيحس الناس كأنه به شيء لكن إذا ذكرت الله أذكر الله عز وجل بطريقة تغري الآخرين وتحببهم في أن يقلدوك وأن يعلموا أنك تقلد رسول الله بطريقة جميلة محبوبة مألوفة إلى قلوب الناس هكذا كان فعل النبي وكان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك التكبير في عيد الأضحى يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة ويبدأ للحجاج من ظهر يوم النحر ويستمر التكبير إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق وروى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له ذبح يذبحه يعني لو كان حده يضحي من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم يعني إيه؟ يعني اللي نوي ضحي إن شاء الله يذبح ضحية إذا بدأ شهر ذي الحجة إذا أهل هلال ذي الحجة إيه اللي يحصل؟ ما تاخدش شيء من شعرك ولا من أظفارك ليه؟ حتى تضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي حتى يأتي وقت ذبح أضحيته فيذبح إيه؟ أضحيته وأيضا لا ننسى صيام يوم عرفة لأنه بيكفر سنتين يكفر سنتين سنة ماضية وسنة باقية يعني السنة اللي فاتت والسنة القادمة ما بين يوم إيه؟ عرفة اللي فاتت بيكفر زنوبها والمستقبلية إن شاء الله بيكفر زنوبها ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية يعني يكفر السنة الماضية والباقية الحديث متفق عليه يعني صيام يوم عرفة بيكفر سنتين السنة الماضية قبله والسنة المستقبلية بعده هذا عطاء الله سبحانه وتعالى فلنتعرض لرحمة الله ولمغفرة الله ولرزق الله في هذه الأيام المعلومات في هذه الأيام التي لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أفضل ولا أعظم ولا أحب إلى الله من هذه الأيام ولذلك أختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري والذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين عاما أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين عاما يعني إيه حديث رواه البخاري يعني إيه يعني الإنسان الذي مد الله عمره حتى وصل إلى ستين سنة ده خلاص مالوش عزر عند ربنا أنت عشت إلى العشرين ونضت وفهمت وأصبحت واع لكل شيء مدرب حكيم ثم إلى الخمسة وعشرين فأمدك الله إلى الثلاثين ثم أمدك الله حتى وصلت الأربعين ليس لك عزر ليس لك عزر أربعين سنة ارجع إلى الله أفق ابدأ في العمل الصالح أكثر 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 من القرب إلى الله والهرولة والجري نحو طريق الله ونحو الله ونحو رضى الله طيب أخرك الله بعد الأربعين حتى وصلت الخمسين سنة خلاص ملكش عزر خمسين سنة خلاص يعني فهمت الدنيا وشبعت من الدنيا أعطي ظهرك للدنيا قليلا واتجه بقلبك ووجهك وجوارحك إلى الله طيب ما خدتش بالك لغاية الخمسين أمدك الله حتى وصلت الستين سنة لا كده كتير كده كتير عشان كده حضرت النبي يقول أعذر الله إلى مرئ أخر أجله حتى بلغ ستين عاما يعني اللي يوصل ستين سنة ده وخلاص مش عايز يرجع لربنا ده ملوش عزر أعذر الله إليه يعني ربنا مدله الأعذار 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 لغاية ما وصل لستين عزر إيه اللي انت لسه عايزه بعد ستين سنة أعذر الله إلى مرئ أخر أجله حتى بلغ ستين عاما يعني يا من بلغت الستين أفق يرحمك الله أفق وارجع وانتبه وحاول أن تنوي بكل جوارحك أن تقبل على الله كاملا إقبالا كاملا وأحسن فرصة هي هذه الأيام أيام العشر منذ الحجة للصغير وللكبير ما من أيام كما يقول النبي ما من أيام أعظم ولا أحب العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر يعني ما فيش أيام العمل فيهم أحسن ولا أعظم ولا أحب إلى رب العالمين من أيام عشر للحجة فليقبل على العمل الصالح فيهن الكبير والصغير عمل صالح زي إيه؟ بر الوالدين الصلح بين المتخاصمين الإحسان إلى الجار وتحمل الأزى منه السير بالخير في الناس السير في منفعة مصالح الناس الإكثار من الصدقات للمحتاجين في هذه الأيام الرحمة بالإنسان والحيوان وسائر وجميع خلق الله عز وجل ده من العمل الصالح الإكثار من ذكر الله الإكثار من العبادات أن يكون قلبك يمتلئ خيرا لجميع الناس أن تنام وليس في قلبك حقد ولا غش ولا كره لأي أحد من خلق الله تنام وأنت سليم الصدر تنام وأنت سليم الصدر نحو عباد الله جميعا تتمنى الخير لغيرك ولمنافسيك تتمنى لهم الخير فيعطيك أنت الله عز وجل الخير أيضا وأكرر مرة أخرى وأختم بالحديث الذي أخرجه البخاري والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين عاما صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا